السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اذا نواصل معكم هذه السلسلة من تمارين درس الاشتقاق. اه وصلنا الان التماريخ الخمسطاش. اذا عدنا الدالة اف وعدنا الدالة الجي. اذا ستعال الاول ادرس قابل الاشتقاق الدالة اف على اليمين وعلى اليسار عند واحد. اذا اذا سنبدأ بدرس الاشتقاق الدالة اف. اذا الشقاق على اليمين. هذه الدالة مجزأة. اذا كانت تكون من جزئين. اذا الشقاق على اليمين يعني ان اكس اكبر من واحد. يعني هاد الجزء هذا. اذا في الشقاق نحتاج افد واحد. اذا سنحسبها هي الاولى. اذا افد الواحد. اذا افد واحد جزء ثاني. عدي نشوف. ما عندي اصغر من او تساوي او اكبر من او تساوي. اذا عادنا هنا اصغر من او تساوي واحد. اذا جزء الاول. اذا افد واحد. هي واحد اوس اثنان. زائد الجيف والي هي ديال اف ديو اكس ناقص اف ديال واحد على اكس ناقص واحد في واحد بلوز تساوي اذا نعود ناقص اكس اكبر من واحد يعني نستعمل جزء الثاني يعني هو ناقص جوج على اكس زائد خمسة ناقص ثلاثة على اكس ناقص واحد اذا نحاول باستطاق الكتابة اذا لدينا خمسة ناقص ثلاثة هي جوج اذا لدينا ناقص جوج على اكس ناقص جوج ناقص جوج ناقص جوج او زائد جوج نشغد نوحد لمقامات المقام الموحد هو اكس ونضرف اكس اذا على اكس ناقص واحد اذا لدينا جمع هنا ان المقام الموحد هو اكس اذا ناقص جوج زائد جوج اكس اذا اذا الا اكس ناقص واحد اذا لدينا مقام التعليف من المقام الموحد اللي هو واحدة لسي. ادان للميت ليل ناقص جوج زائد جوج اكس على اكس مضروبة في واحدة ل اكس ناقص واحد. اذا هنا كي يبنى واحد الامكاني للاختزال ولكن باش يبنى الاختزال خسنين عمل. ادان عدنا للميت. ادان عدنا ناقص جوج زائد جوج اكس كنعملو بجوج. طبع شنو كيبقى اللي? كيبقى ناقص واحد زائد اكس. الى اكس مضروبة في واحد الى اكس ناقص واحد. ادان عدنا ناقص واحد زائد اكس راهي اكس ناقص واحد. نفس التعبير ادان كنختزله كيبقى لنا? اولا نكتبوها بشسبان. ادان للميت ديال جوج اكس ناقص واحد. اللي نديرهم نفس القصر اكس عامل اكس ناقص واحد. في الواحد ادان لتشارس اكس ناقص واحد مع اكس ناقص واحد. نقص لنا الليميت ديال جوج على اكس في الواحد. ادان العود نغيطنا هو العدد اثنان. وبالتالي. اف بريم. ديال اف بريم نضغوا ديال واحد كد تصنل اثنان اف. قابلة الشقاق. على اليامين. في اثنان. نذا غطت دير هو. قبلي الشقاق على اليسار. اذا نفس الفكرة الشقاق على اليسار في واحد. اذا احنا حسبنا اف ديال واحد تقنها ثلاثة. اذا ديال اف ديال اكس ناقص اف ديال واحد على اكس ناقص واحد اكس كنت نسمي الواحد موا. اذا الليميد. احنا عدنا اكس اصغر من واحد. اذا اكس اصغر من واحد ستستعمل اف ديال تعبير الاول. اذا هي الليميد ديال اكس مربع زائد جوج اكس ناقص ثلاثة. على اكس ناقص واحد. اذا ده بغد نديرو التعويض. اذا درنا التعويض شنو غدي جينا? غدي جينا واحد وسائدنا اللي هي واحد زائد جوج واحد اللي هي جوج ناقص ثلاثة على واحد ناقص واحد. اي اخي يجيني صفر على صفر. وهذا الشكل غير محدد. اذا خصني نحاول نقلب على التعميل. لا امن ان تكون حدودية لحدودية فخصني ندير التعميل ونبعد ندير الاختيزار. اذا التعميل يعني خصني اذا اكس كاري زائد جوج اكس ناقص ثلاثة نكسب على شغيل العوامل لهذه الحدوديات من الدرجة الاولى. اذا شنو غدي نديرو? احنا هذا نأخذ لها الحدودية وهذه ندير لها دلتا هكس ناقص لشكل العوامل الان. اذا دلتا قلنا هي ب كاري ناقص ربعة. depois كثيرا, ناقص ناقص ثلاثة. ناقص 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 نجót مارس fe 6 نعم منها اربعة جدر ستاشية اربعة. يعني الموادلة تقبل حلين. اذا الحل الاول هو ناقص بي. ناقص بي زائد الجدر دلتة على جوج ا. اي ناقص بي. هي ناقص جوج. وجدر دلتة هي اربعة. وجوج ا هي جوج. اذا هي ناقص تلاتة. والحل الثاني هو ناقص بي ناقص جدر تلتة على جوج ا. اذا هي ناقص اثنان. انا ندرنا ناقص ناقص. اذا هنا ندره. انا ندره. انا ندره زائد. اذا نزائد الربعة. على جوج. اذا هي جوج على جوج هي واحد. انا ناقص واحد. وناقص ثلاثة. اذا يعني هاد. تعبير. يعني هاد المعادلة تكتبأ لها الشكل هذا. اذا لميذ. اذا ايكس ناقص الحل الاول وعامل ايكس ناقص الحل التاني. اذا ايكس ناقص واحد عامل اكس. احنا ناقص ناقص ثلاثة. اي زائد ثلاثة. على ايكس ناقص واحد. إذن دبعا كنختزله بإكس ناقص واحد كيبقى لنا الليميت ديال إكس زائد ثلاثة في واحد موان كتساوي بالعوود نغل القاو أربعة وبالتالي لقناة أف تريم جوش ديال واحد كتساوي لنا أربعة إذن أف قابلة للاشتغار على اليسار في واحد إذن الشقاق اليسار لقناة أربعة والشقاق اليمين لقناة جوش إذن ما نتساوي نش السؤال الموالي طلبوا مني نشوف واش الدالة قابلة للشقاق في واحد إذن شنو غادي نقول بما أن بما أن بوش الواحد تخالف بغوة الواحد إذن كتساوي نحن تكون الدالة قابلة للشقاق مدام مختلفين فالدالة غير قابلة للشقاق إذن فإن غير قابلة للشقاق في واحد ندرسوا دابل الدالة الثانية اللي هي الدالة الجيد اكس كتساوينا القيمة وطلقة ديال اكس عامل اكس ناقص واحد إذن غادي ندرسوا قابلة للشقاق الدالة في السفر إذن غادي نحسب الجيد ديال السفر إذن غادي نعود هي القيمة المطلقة ديال السفر اللي هي السفر عامل السفر ناقص واحد إذن السفر مضروبة في السفر ناقص واحد هي السفر إذن جيد السفر هي السفر هادي اللي بتعبية الحال لأخصني نحيط دك القيمة المطلقة نحن كعرفوا بأن القيمة المطلقة ديال اكس رائم بغتساوينا اكس إلا كانت اكس مجابة وغتساوي ناقص اكس إلا كانت اكس سالبة وبالتالي فجيد اكس يمكنها تكتب على شكل تعبيرين إذا كتساوينا اكس اكس ناقص واحد فوكاش بكتكون اكس كبار من أو تساوي سفر والجيد اكس كتساوي إذا الحالة الثانية لدينا الجيد اكس كتساوينا ناقص اكس عامل اكس ناقص واحد فالحالة اكس رحى صار من السفر إذا ندروا الاشتقاق على اليامين إذا الليمت ليل اف بير جيدو اكس ناقص زي ديال صفر على اكس ناقص صفر اكس بلوس يعني اكس اكبر من صفر إذا سأولي لا يعني اكس اكبر من صفر إذا هي الليمت إذا اكس اكبر من صفر يعني غنستعمل صفر لأول إذا الليمت ديال اكس نعمل اكس ناقص واحد على اكس كنخصص لوب اكس سيب خلينا اكس ناقص واحد يعني الليمت تل اكس ناقص واحد إذا كنعود وغيب خلينا ناقص واحد إذا جي بريم ضغوة ليه السفر كنسملنا ناقص واحد شو كعيني هذا؟ إذا كعيني بأن جي قابلة للشقاق على اليمين في السفر الآن دابل الشقاق على اليسار على إكس ناقص السفر ولكن السفر موار إذا الليمت حدنا إكس أصغر من السفر يعني غنستعمل سعبير الثاني ناقص إكس عامل إكس ناقص واحد على إكس كنختزله بإكس ناقص واحد سيبقى لنا أول كنختزله بإكس سيبقى لنا الليمت ديال ناقص إكس ناقص واحد زر و موان كنعوده أجينا ناقص السفر ناقص واحد هي ناقص واحد أي تساوي واحد وبالتالي جي بريم إذا جي بريم قوش ديال السفر كنستعملنا واحد إذن جي قابلة الاشتقاق على اليسار في السفر السؤال الموالي هنجي قابل الاشتقاق لأنه مطلب مننا قابل الاشتقاق عند السفر إذن إحنا ما كانش بعدنا الإمكاني أننا نحسبها مباشرة وبالتالي درنا الشقاق على اليسار ودرنا الشقاق على اليامي إذن شنو لقنا إذن شنو لقينا لقينا هنا الشقاق علي منك يساوي لنا إني العدد المشتاق تساوي لنا ناقص واحد والعدد المشتاق على اليسار تساوي لنا واحد إذن بما أن جي بريم بوش ديال السفر تخالف جي بريم ضهوع ديال السفر فإن جي غير قابلة للاشتقاق في السفر فالحالة يطلبون من السؤال ماذا تمثل النقطة السفر الجيد السفر فهذه النقطة تكون هي تسمى نقطة يزوات